كان هناك مذكرة تفاهم عقدت بين الحكومتين التركية والليبية بقيادة الدبيبة وكان هناك اعتراض من قبل كل من مصر واليونان على هذه الاتفاقية المتعلقة بأعمال التنقيب عن المواد النفطية يمكن كان هناك كثير من البروتوكولات التي تم توقعها في الفترة الأخيرة بين كل من تركيا وليبيا ولكن يبدو بأن هناك دول تعترض على مثل هذه الاتفاقيات اللفط للنظر بأن ردة الفعل أتت من قبل الدولة التركية على هذه الاعتراضات بأنها لا تعنيها وأن الأهم لديها هو تحقيق المصلحة المتبادلة لكل الطرفين تركيا وليبيا أو ليبيا وتركيا أمام حضرتكم مصر واليونان يرفضان مذكرتي تفاهم تركيا وحكومة الوحدة في ليبيا وتشوي شغله لا يحق لأي دولة الاعتراض دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا رفضت مصر واليونان توقيع حكومة الوحدة في ليبيا مذكرتي تفاهم مع تركيا في مجال المواد الهايدرو كربونية للقيام بالاستكشاف وتنقيب عن الغاز والنفطة وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن الوزير سامح شكري ونظيره اليوناني أكد أن حكومة الوحدة وفقا لما ذكرت وزارة الخارجية المصرية بأن ولايتها منتهية في طرابلس وأنها لا تملك أي صلاحية لا يبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم وفي مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش ابن توقيع الاتفاقية في طرابلس قال وزير الخارجية التركي تشاو شغلو اتفاقية الهايدرو كربونات الموقعة تهدف إلى قام التعاون بين الشركات التركية والليبية في الاستكشاف والتنقيب وذلك وفقا لمفهوم الربح المتبادل في البر والبحر وفي مناطق الصلاحية البحرية يعود الخلاف بين مصر واليونان وتركيا إلى نوفمبر من عام 2018 عندما وقعت أن قرأ اتفاقية الصلاحيات البحرية مع حكومة الوفاق الليبية السابقة عمليا ستفتح الاتفاقية مساحات أكبر أمام تركيا للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط في مناطق ذكرت اليونان وقبرص أنها تابعة لهما كما وصفتها مصر من قبل بأنها غير قانونية وقال أغلو قد يحدث فهم بخصوص هذه الاتفاقية هذه الاتفاقية موقعة بين بلدين زوي سيادة وسارية المفعول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر